بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة من أحد المواطنين أفاد مشاهدته مجموعة من الأشخاص يقومون باختطاف قائد إحدى السيارات حال توقفه ولاد بالفرار تاركين السيارة قيادته وفي وقت لاحق حاضر للقسم المجني عليه مصابا بجروح متفرقة وأياد ما قاله الشاهد أنا كنت ركب عربية جيب ركنتها وأول ما نزلت قاعدوا يضربوا فيها في الشارع وخطفوني اتخذوني في مكان زراعة كبير قاعدوا يضربوا فيها هناك مش انت مش انت مش انت المطلوب ده يعطي علينا كل حاجة احنا عملناها بعد كده نزلوني تحت دقاري وبعد كده جيت على الاسف بإجراء التحريات وجمع المعلومات أم كانت توصل إلى مرتكب الواقع عاطل ارتكبها بالاشتراك مع آخرين لوجود خلافات مالية بينه وبين مالك السيارة قيادة المجني عليها حول الاتجار بالمواد المخدرة فخطط الاختطافه إلا أنهم عن طريق الخطأ قاموا باختطاف المجني عليه ظنا منهم أنه مالك السيارة وعقب اكتشافهم ذلك قاموا بتركه ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبطهم حسنا أنا كان لديه عندي إسلام ده 600 ألف جميع فلوس مخدرات وكنتش عارفة وصل له وبعاكية لما وصلت له ما كانش رضي يديني فلوسي تمشينا ولا عربية بتاعته وقاعة الاختطاف التي تم ارتكابها لخلافات حول الإتجار بالمواد المخدرة قادت الأجهزة الأمنية للبحث وراء طرفي الواقعة وتتبع خطوط السير واستخدام التقنيات الحديثة وهو ما قاد إلى وجود شقة سكنية يتخذها عناصر التشكيل مقرا لممارسة تجارتهم بالمواد المخدرة تم استهداف الشقة بمأموريات بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لتنجح الأجهزة الأمنية في الكشف عن أن عناصر التشكيل يتخذون هذه الشقة وقرا لتصنيع المواد المخدرة بخاصة مخدر البودر وتمكنت من ضبط كمية من مخدر البودر ومستلزمات تصنيع تازن 2 كيلو جرام ونصف الكيلو جرام وكمية سائلة من ذات المخدر فضلا عن الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع وأسلحة نارية وبيضاء وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليونين وخمسمائة ألف جنيه وفي سياق أمني آخر تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنصق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومدرية أمن الجيزة من ضبط عنصرين إجراميين تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة حال استقلالهم سيارة بنطاق قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة وبتفتيش السيارة عسر على أسلحة نارية مخبأة بمخزن سري تم إعداده بالسيارة وتم ضبط 81 بندقية خرطوش وأقر المتهمان بحيازتهم هذه الأسلحة بقصد الإتقار بها واستخدام السيارة المضبوطة في تنقلاتهما ومقابلة عملائهما للترويج لنشاطهما الإجرامي ترجمة نانسي قنقر